ثم يختم البيان القرآني بقول الله عز وجل وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ هاي مر معنى مثلها إنه ما قال وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ عِقَابَةٌ لأن تعليق العقوبة بالذات أشد من التعليق بالفعل وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ عِقَابَةٌ يعني أنت تخاف بس من عقاب الله أما عندما يقول وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ أي كل ما يصدر من الله فهو مخيف ينبغي أن يهزك من الداخل فعلق التحذير بفعله أو بذاته وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ثم يختم القرآن الكريم الآية بقوله والله رؤوف بالعباد مع أنه الإنسان شو بيقول أنه المقام مقام شدة مقام تحذير لازم يقول مثلا هي كالظهر وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابَ صح؟ مقام تحذير قال وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَأُوفٌ بِالْعِبَادِ قال يريد الله أن يجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد على عادة القرآن الكريم وإن الله عز وجل يريد أن يقول لنا إن تحذيري لكم نابع من رحمتي بكم ومن رأفتي بكم هل أنت لما تمسك ابنك تقول له دير بالك احذر هذا الشيء انتبه من هذا الشيء هذا الشيء خطر هذا التحذير هل هو نابع من قسوة أو نابع من رحمة؟ هذا نابع من رحمة فالله عز وجل يقول وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ كأنه يقول أُحذِّرُكُمْ لأني رأوفٌ بكم ولو لم أكن رأوفاً بكم لما حذرتكم لعملتم السيئات وعقبتم عليها يوم القيامة وهذا من أساليب التربية من أساليب التربية أن يجمع الإنسان بين الترغيب وبين الترهيب اليوم في دراسات جديدة بيئلك الطفل ما بيصح تضربه ما بيصح تعبس بوجهه ما بيصح لا الطفل النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة لسبع اضربوهم عليها بعشر فارقوا بينهم بالمضاجع كل نظام الدنيا والآخرة أيضاً قائم على قضية الثواب وعلى قضية العقاب فالله عز وجل يقول أنا أحذيركم نفسي وأنا رؤوف بالعباد وما قال الرحيم قال الرأفة في اللغة هي شدة الرحمة يعني الرأفة رحمة وزيادة شوفوا الموطن يعني كأن الله يقول وأنا شديد الرحمة بكم شديد الرحمة مو بس أصل الرحمة لو قال والله في آيات قالت الله رؤوف رحيم جبع بين الرحمة الخاصة والعامة هنا يقول والله رؤوف بالعباد يعني حتى الذين كفروا حتى الذين ما آمنوا حتى الذين جحدوا حقه حتى الذين أداروا الظهور له فالله سبحانه وتعالى مو بس رحيم بهم بل الله عز وجل شديد الرحمة بهم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة يغنينا به عن رحمتي من سواه والحمد لله رب العالمين